تتعامل معها ازاي هل تغير سياستك تجاه اسرائيل سؤال ايه لماذا انا مش بتكلم على اتفاقية السلام ايه انا بتكلم التعامل اليومي مع اسرائيل في ملف زي ملف التصدير الغاز ملف زي ملف المصالحة الفلسطينية اللي احنا كنا بنتهم بشكل كبير ان احنا يعني مع فتح ضد حماس تتعامل مع المشاكل اليومية مع اسرائيل ازاي اتعامل مع اسرائيل انا كدولة ليا كياني ليا وضعي ليا الاسلوب السياسي بتاعتي اللي محدش يملي علي من الخارج اي شيء بما حقق مصلحتي وفي نفس الوقت لا يتعارض على مصلحة الاخرين يعني ما خشش انا معارض لمصلحة اسرائيل عشان بقعها مصلحتي لا العلاقات بين الدول العلاقات تبادل مصالح اذا لم نتبادل المصالح اذا حدثت حرب زي حرب لبنان او حرب غزة هل تطرد السفير الاسرائيلي بالقاهرة اذا كانت هذه الحرب مثل ما حدث في حرب غزة اللي فاتت اطرده على طول لان هنا في التعامل الاتي كيف قامت الحرب يعني اذا تكررت غزة تطرد السفير الاسرائيلي بالقاهرة مباشرة لان هنا في هذه الحالة يبقى اذا عملية غير قانونية عملية زي ما يقول بقى لازم نوصل الى المستوى اللي حق لي ان انا اعامل الاخر زي ما كان هيعة مني لو انا قمت بهذه العملية يعني زي ما بنقول بتعامل بالمثل بالمثل على طول انت لا تعتدي على احد فلا تقبل ان يعتدي عليك احد ولا تقبل ان يعتدي احد على من هو يعتبك الشخيق لك او اخ ليك لانك انت لما بتعتدي عليك ده يعني اصبحت انت معتدي حضرتك بتتعفق مع الفكرة اللي كانت دايما بتتردد من المعارضة المصرية قبل 25 يناير وتتردد كثيرا هذه الايام انه النظام المصري تحول الى صديق وحليف حقيقي لاسرائيل في السنوات الاخيرة لا هو يمكن ما تحولش الى حليف بالبعنى بتاعلك انت تعمل معها كصديق بس صديق يعني اقل درجة من عملية الصداق يعني صديق متساوي ده اصعب اللي حرج تقوله ده يا فانت اه حرج تكلم على تابع مش تابع اوي مش تابع اوي يعني لكن كان يعني اقول صداقة بس صداقة اقل يعني تقال انت مرون في واحد واحد اصدقاء مع بعض لكن التاني فيه صديق بينظر من نظرة اعلى للصديق والصديق اللي بينظر انيه من فوق اعلى راضي بهذه النظر راضي بعلاقة دوني دوني بتتعامل ازاي مع ما يحدث في سوريا اليوم كرئيس لبيا لا دا ما يحدث في سوريا اليوم دا دا لازم اوصله نظر استراتيجية لان دا زي اللي بيحدث تماما واللي حدث اللي احنا ما تنبذاش في ليبيا ويمكن انا كنت قلته في احد الخنوط برضو ان ليبيا هيحصل فيها تدخل ويحصل فيها تدخل غربي والعملية هتمتد طويل ويحصل كرن وفر اللي بيحصل الوقت في سوريا نفس السيناريو اللي بيحصل فلو ما كانش الدول العربية وانا اعتبر جزء منها بل يعتبر جزء رئيسي في جامعة الدول العربية بتتدخل بسرعة في هذه الاحداث من رؤية استراتيجية عارفة ايه اللي هيحصل قدام ما سبهاش لغاية ما الامور تخرج تحت من خارج السيطرة لان الوقت انا كجامعة الدول العربية وانا منها كمصر الديت الازن والديت الشرعية للدول العربية انها تضرب في ليبيا وتوحدث سير خسير نفس الوضع الوقت خلاص مش يحتاجه مني شرعية سوى كنا نتكلم عن سوريا او ليبيا تساند الثوار تساند النظام القائم ام تلعب دور الوسيط للوصول لجسوية ما اهو كلا با ألعب دور الوسيط الذي يحل المشكلة لأن المشاكل الموجودة عندنا في الدول العربية ككل هي مشاكل نتجة من استمرار الحكام على نموذج المجلس التعاون الخليجي مع اليمن على نموذج المجلس التعاون الخليجي مع اليمن دي اهم حاجة فعلا بتاعة الزوارات هو ارجو انها تنجح لان انا اخشى من هي عدم نجاحها لان حصل تدخل برضو في اليمن من الغرب لانا استبعت ذلك على الاطلاق وخاصة ان اليمن لها موقع استراتيجي وحنا بنخش مواقع استراتيجي المواقع الاستراتيجية مهمة جدا بالنسبة للدول الغربية واللي نقوله على الدول الغربية نقوله على اسرائيل يعني المصلحة بتاعة الدول الغربية نتجة من مصلحة اسرائيل في نفس الوقت خليني اسأل حضرتك مين المرشح الرئاسي المحتمل المرشح محمد علي بلال يعمل حسابه اللي مطرحه دايما بعمل حساب لجميع المرشحين المحتملين والمنتظرين لان احنا لسه برضو يعني فتح باب الترشيح يكون في تتوقع انه بيش شخصيات عسكرية اخرى ترشح نفسها لا شخصات عسكرية شخصات عسكرية يمكن اعتقد مش يحصل تاني مرشحين تانين يعني للاتي يعني يمكن في محاولات مع الفريح احمد شفيق بس هو ما اعلنش موقف محدد لا ما اعلنش موقف محدد مع شكاية بولسالك يعني مش كتير يحصل لان حتى الاسماء اللي موجودة حاليا اللي تستطيع ان هي تدخل في الترشيح ولها رؤية استراتيجية الكبيرة اكتر من اللي اعلنوا حاليا او الفريح احمد شفيق لو اراد انه يترشح المستشار البلطويسي كان قال انه من وجهة نظره هو والاستاذ حمديني الصباحي هم الاقدر على التواصل مع الشارع وبالتالي هم ليهم فرصة عالية كبيرة مين اللي شاف انه غير محمد علي إبلال عنده قدرة التواصل مع الشارع اعتقد ان اي مرشح لابد ان يكون له قدرة التواصل مع الشارع وhan لا لا يعتبر مرشح لان هو لو ما كانش بعيش في الشارع وعايش في الشارع انا باعتبر نفس من ضمن اللي عايشين في الشارع واللي لمسين كل ما يحدث في الشارع لان انا لبعمش بوديجارد ولا بركب عربية اربعة فاربعة ولا الحاجات دي كلانة عادي او عربية كحيانة ازاي بقوله وما يخافوش مش هتتغير لو حصل وصلت لأي حاجة فالمرشح اللي يعني اي مرشح لابد يقول يكون هو عايش في الشارع ولمس الشارع وميكونش متعالي على الشارع وإلا مش عارف ايه هي المشاكل بتاعت الشارع عشان يدرح لها يعني انت الوقات لما بتكلمني قد انا اقول لك كل الحلول بتاعت الشارع لذا انا ما كان قولي انت عامل مع المزاهرات والطيار السلافي اللي بيعلن عن نفسه بقواه في الشارع ازاي بالتفاهم بالتفاهم لان ده مصري واي مصري لابد بيحب مصري لابد بيحب مصري لكن هو يمكن ليه رؤية نتبادل الرؤى نتحاور بنا وبعض ونشوف ايه هي الرؤية السليمة بالنسبة للمصر والتي لا تتعرض مع الدين يعني هقوله تعالى انت الدين بيقول ايه متعالى نتفاهم في الدين حوار مباشر حوار مباشر ما يبقاش حوار من وراءه جدران لا اطلاقا فديه اللي هتواصل في حاجة لكن مثلا لما تيجي تتأني بقى الشارع هو ده مش الشارع لاجي مثلا على الشارع انا ناسألك بقى وقولك ايه هو اللي بدأك في الشارع انا انا نفسي كمواطن انا شخصيا انا عايز عايز قانون ايه وعايز نظام قانون وعايز نظام وعايز حاجة تانية لازم ان هو تعمل اه بيه انت انا انا هقولك بقى بقى بس القانون نظام يحل كل المشاكل بعد كده لا مش قوي في القيتي ما هو لك الحاجة دي من قانون نظام اه بس قانون نظام لابد ان يطبق على الجميع كلمة قانون معناه ان يطبق على الجميع اه لا احنا عندنا قوانين اه يعني بس ما يبقاش قانون لغيرتما بصرت لقى النظام مثلا النظام ممكن تفرعه كتير اقولك انت اه انت اه عايز او انا عايز لان انا عشتها وعملتها عايز ان الولاي دي يكون عندهم فرصة التعليم والتعليم لابد ان توفره الدولة القانون نظامه يوفره التعليم بالقانون نظامه معاك بس انت يوفره للاج لان كله حيبقى محاسس وعايزت انك انت توصل ما اقولك ما دي المشاكل اليومية اللي يمكن المشاهدين دلوقتي ياخدوه بوجه عام لكن انا بقولها بقى بقى شيء بالتفصيل يعني انا عايز لما ستاك تيجي تطلبني تقولي تعالي ساعة 11 اجيلك ساعة 11 مجلاكش ساعة 11 و 12 وقالك الساعة كنت واقف على الكبري وبقى لي ساعة مش عارف همشي اللي هي النظم المرور اللي موجودة عندنا اهديه مثلا ممكن تتحل فيما لا زيد عن شهرين لا زيد عن شهرين وكل دا يتحل لا محتاجة فلوس ولا محتاجة اي حاجة شهرين عشان نعود على النظام الكلمة اللي انت قلتها اللي هي انه نطبق قواعد المرور وليس قوانين المرور انا مش محتاجة ااخد مساءتك يعني اللي بيحصل مثلا دلوقتي لما انت تيجي تركن عربيتك وتخلص تلاقي صف تاني ويجي اتقامل كلابش عليها تبا انت كلابش قربت على الصف الاولان مش عارف يخرج يعني انت يعني زودت على